موسيقى الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشفت دجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله ما زل مع الموضوع تعلبارح لأنه موضوع مهم عند علاقة بالعقيدة قلنا هل يجوز اعتقاد أن الراقي هو الشافي من دون الله هذا كفر وإنما الواجب أن يعتقد المسلم أن الشافي هو الله وأن الراقي سبب من الأسباب علىه لأن الروابط أربعة قلنا ربط وجود بوجود وسمع أن تاربط وجود ووجود يعني الله يخلق الشفاء عند وجود الدواء وجود الدواء بوجود الشفاء الله يخلق الشفاء عند وجود الدواء وربك قادر على أن يخلق الشفاء بلا دواء عدم بوجود الشفاء بوجود الشفاء بوجود دواء مكاش لا 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 مكاين شناس يمرد ويدعي ربي يدعي ربي برك أنا نعرف ناس يدعي ربي ونعرف إنسان عمره ما يسمع بالطبيب كي يمرد يدعي ربي هذا ما السبعين ألف لقال عليه الصلاة والسلام يدخلون الجنة بلا حساب قالوا منهم يا رسول الله قال قوم لا يرقون ولا يسترقون يوم يدعي ربي هذا مقام عالي هذا حجح دخل رقع هذا ناس تكلين على ربي يدعي ربي يعرف ربي طائعين ربي يعني ليس في قلوبهم إلا الله الله قل وذري الوجود وما حرى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولا الله عين المحال أما لحنا من اعتقدش بالماكلة هي للشبع لا لا ربي يخلق الشبع عند وجود الأكل الله يخلق الأسباب ويخلق المسببات يخلق لك الشبع عند وجود الأكل وربي قادر ربي قادر كائن الأكل وما يخلق لك الشبع شوفوا جماعة البوليميا جماعة البوليميا مارض البوليميا يأكلوا ما يشبعش يأكل العجب ما يشبعش وكأي الناس وحد أخرين ربي يخلق لهم الشبعة شبعان على العام على العام يعني تصيبوا عندهم الشبعة حتى يجي يأكل حاجة قليلة يحس بالشبعة هذه ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يصوم صيام الوصال ثلاثة أيام متتاليات الصحابة حابوا يتبعوها صاموا النهار اللول مفتوش في المغرب النهار الثاني ثالثة كالي أشرف على الموت فخرج عليه الصلاة والسلام على صحابته قالوا ما تتبعونيش إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين ما تتبعونيش ما تقدرونش تقعدوا تلتيام بلا ماكلا إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين قال علماؤنا عليهم والرضا والرضوان وش معنتها إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين قال لك معنتها ربي يعطيه القوة على الشبع بلا أكل القوة على الشبع القوة على الشبع ولذلك الكنتح تشوفه في مخلوقات الله مخلوقات ربي هاو ربي يعطينا الدليبس احنا ما نتدبروش كاين بعض الحيوانة يأكل مرة في السنة مرة في العام يخرج يأكل ومن بعد يقعد عام تحت الارد ما يكوش عام كامل سنة كاملة كاين حيوانة يأكل مرة يقعد سبعة شهر تمنى سهر ما يأكلش وكاين حيوانة الله لابد أن يأكل في كل حين وفي كل لحظة حتى أن كاين في بعض الحيوانات وأنواع من السرطانات ومن الضفادع يأكل التراب يأكل التراب دائما يعمر في كشوب التراب يعني آية من آية الله الله يخلق الشبع عند وجود الأكل والله قادر على أن يخلق الشبع بلا أكل وربك على كل شيء إن قدير إنني أبيت عند ربي ويطعمني ويسقين اسمع إلى قول الله جل جلاله وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فرعون عن باله المعجزة عن موسى هي سحر آية قالوا مدام سحر جيبوا لي مشي السحر لا لا بكل ساحر عليم يكون سحر ويكون عالم في السحر صحر صحيح مشي جيب لي لي جات بركة فلما جاء السحرة وقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون على قالهم ألقوا ما أنتم ملقون لأنه كان يسبق هو يطلق العصان فتتحول إلى إلى حية هذو السحرة واش يديروا تم تم يخبرهم يقولوا له يا موسى وعلى احناك ما درنا جينا بركة نقصر معك جينا نشوفه جينا نسلم عليك سمعنا بك إنسان صالح شفت كيف الإنسان يتقلب ملسنا موسى عمدا قالوا ألقوا ما أنتم اللولين بشيبان بلي صح جاو يتحدى بعد ذلك يوري لهم المعجزة مش يوري لهم المعجزة وما ما زبت حداواش لأن من شورة المعجزة أن يقع التحدي يقع التحدي فلما جاء الصحارة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا ها تحديتوني خلاص ثم تحديتوا ربي قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل هاي العقيدة الصحيحة إن الله سيبطل رغم أنه هو صاحب المعجزة وهو صاحب العصى ولكن يعلم أن العصى لن تتحول إلا بقدرة الله وأن موسى لن يكون رسولا إلا بإرادة الله وأن المعجزة ليست فعل النبي وإنما هي فعل الله للنبي فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين هذا النسل يقول كنا نمسحر نمسحر اسمع إن الله لا يصلح عمل المفسدين ربي ما يصل لأش عمل المفسدين ما أنت أسحر تاكي يزول ما أنت يخلاص يتنحى ما عنده غير زمن عنده زمن يقعد شهر شهر عام عنده مدة ويزولها وربي قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين اسمعوا إلى قول الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا السحر قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى هنا يرى هم يتعنطر هم زم ما شفوش المعجزة هم لأنهم هم السحر العلمات على المدينة مكش غيرهم في بالهم خلاص هم يتحدّوا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا أي ورون أستراتكم فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم من سحرهم أنها تسعى هذا السحر يسمى سحر التخيل أو قال ربي فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى هذا سحر التخيل كان وحد الإنسان كسحاب يجي للعاصمة يجي للبليد يجي يجي معه سردوك هو سردوك عادي ولكن هو يسحر أعين الناس هذا سردوك يجي لفد عشبة عشبة صغيرة يجي لفد مادرية يعني حطبة كبيرة تعال البنيان كي يجي لفد حبا صرع هذه الحبا صرع تجي لفد حجرة كبيرة يسحرهم عينيهم فهمتوا ما لهما الواقع هو عادي ولكن في عينيهم أو كي يسحر قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة الموسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فهمتوا الساحر ما يفلحش أبدا هذو لم يديروا سحر سحر وعددها سحر الراجل أبش يحبها يا أعباد ربي وهذا حب هذا وهذا حب دير يصحر الراجلك بش يحبك يجي لك هقد طالك ودنه ويده ألسانه مدلي قال أني نحبك وهذا حب حسبونا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة